هكذا تبدو الصورة في الخليل هذه منطقة شارع بئر السبع وبعدها منطقة باب الزاوية جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنطقتين وذلك لتأمين دخول واقتحام المستوطنين المتطرفين لهاتين المنطقتين أعداد كبير من المستوطنين المتطرفين المئات دخلوا من منطقة شارع الشهداء الحاجز 56 باتجاه هذه النقطة وذلك لاقتحام حسب معتقداتهم قبر عتنائل بن كنز في منطقة شارع بئر السبع جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا على المنطقة منع الفلسطينيين من الدخول إلى هذا المكان أحضر عددا كبير من شرطة وجيش الاحتلال نشر القناصة كذلك على أسطح البنايات السكنية بهدف حماية هؤلاء المتطرفين الذين لم يغادروا المكان وحسب ما علمت أن الاقتحام يستمر لثلاث ساعات في منطقة الخليل وبالتالي اقتحام الخليل يأتي بعد اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وهذه الاقتحامات متتالية في الضفة الغربية من جنوبها وكذلك إلى شمالها تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤمن دخول واقتحام المستوطنين المتطرفين رائد الشريف الغد الخليل فلسطين